طبعا دكتور خالد لازم بورد دكتوره على طول عشان خطر ايه? عملت تسخين وعملت تبريد يعني انا الموضوع لازم بلا كده عشان انا بريء صدر يا دكتور لا الحقيقة انا مشايف ان يعني هذه المنطقة حزام النار اللي في افريقيا اللي منتكلم عليه الحقيقة انا مش شايف فيه اجواء تبريد على الاطلاق هذا الحزام حقيقة يعد الافقر على مستوى العالم لازال متعسر بكل ما تحمله الكلمة من معنى عنده ازمة حكمة عميقة وهيكلية فعلا ربما مكون الجيوش اللي بنتكلم عليه وبنتكلم على انقلابات عسكرية يجب بس للسادة المشاهدين ان احنا يعني نضعهم في صورة ان دي جيوش رمزية عدد محدود جدا من القوات يعني في كل هذه الدول وده اللي كان عامل هذه الدرجة الكبيرة للاعتمادية على القوات الدولية ما كانوش بشكل فيه رفاهية ان هم معتمدين على الجانب الفرنسي او دلوقتي بيحاولوا يستدعوا مزيد من الاعتمادية على الجانب الامريكي الا لفقرة حقيقي في المكون العسكري مكون العسكري مكون رمزي كنوع من انواع الحرس الوطني اللي قام بهذا الانقلاب الاخير في النيجر بقية الدول نفس الحالة عدد رمزي جدا درجة النخبة القليلة جدا جوه هذه الجيوش هي اللي بتطلع تتعلم ويتم التدريس لها في فرنسا او في الولايات المتحدة الامريكية بالمناسبة اكتر كتير جدا حتى من روسيا دي اجيال قديمة لكن دلوقتي كل هذه القيادات متعلمة اما في فرنسا او الولايات المتحدة الامريكية او في بريطانيا في بعض الحالات جنب دوت فيه فقر كبير جدا في النخب النخب المدنية اللي هو لا تسمح فعلا بتشكيل حياة سياسية حقيقية عشان كده بنتكلم يا دكتورة على مسؤولة الانقلابات هو تبادل السلطة ما بين مين هو ما فيش المكون اللي الجمهور بيطلع ما فيش ده حقيقي وهو ده اللي مخلي الدول دي متراجعة بشكل كبير جدا ومش قادرة تتبنى المشروع الوطني التنموي اللي كان بيتكلم عليه دكتور محمد كمال واللي قاله دكتور عب ميني من نوادل فعلا قارب النجاة الحقيقي بس لازالت الامكانيات متراجعة بشكل كبير جدا في هذه الدول على وجه التحديد يعني جنوب هذه الدول في بل كد دول افريقية تجاوزت هذه الازمة الحكم وازمة النخب عندهم مكون مقبول عندنا سناغال وناجيريا ورواندا وعندنا في تجارب بالزبط يعني وكينيا دلوقتي مقبولة في تداول السلطة وفي شخصيات تترشح وتلقى قبول شعبي وغيره هذا الفقر الكبير جدا في الامكانيات هو الموقع هذه الدول في هوة الاقتتال القبلي والصراع القبلي والتنافس القبلي اللي ما فيش نخب تخلي الشعب يستدعيها من اجل قيادة هذا المشروع التنمام ده برضو يعني مخلي الساحة فارغة جدا قدام التنظيمات الارهابية قدام الصراعات المسلحة قدام الجريمة المنظمة اللي متشعبة جدا نقطة اخيرة ربما يعني يخجل الكثيرين من ذكرها ان هذا الفقر في المكونات وفي المشروع الوطني هو اللي فاتح ابواب كبيرة جدا للفساد حتى فساد فساد النخب الحاكمة يعني وقائع تاريخية ووقائع حالية يعني الكتب متخمة بكثير من الصفقات المجبوهة والتعاون غير الشريف والسطو على مقدرات هذه الشعوب اللي الشعوب على فكرة داخل هذه الدول بتبقى مدركاها وعرفاها هناك حديث مثلا على سبيل المثال في النيجر يتردد على ألسنة الشعب النيجيري منذ بدء الانقلاب إلى الآن أن سبب رئيسي أن نظام الحكم تورد بشكل أو بآخر في الصراع في السودان وأن هذا الأمر كان فيه تحفز كبير من قيادات عسكرية منها القائدة الذي تقدم لإزاحة السلطة دي مش حالة وحيدة ولا هي حالة استثنائية لا دي حالة متكررة وحالة متبادلة ما بين الدول بعضها وبعض وده السبب اللي يخلي أن القوى الكبرى إقليميا ودوليا فعلا عندها تحفز كبير جدا على مسألة التدخل العسكري لأن زي بيقولوا الملف متخم بالوقائع وبالأحداث من الممكن أن تشتعل بمجرد تدخل عسكري توقظ صراعات نائمة وتوقظ احتقانات وتنفسات في ست سبع دول مرة واحدة لا يقف الأمر عند النيجر وحدها يبقى مثل الدومينو اللي هو أشعل هذا الحزام برمته ده اللي مخلي القوى الدولية وقوى إقليمية كوب لا بتقول لا التدخل العسكري مش وارد حتى وإن كان لدينا تحفز على مثل هذا الانتقال أو هذا النمط من الانتقال للسلطة تمام